موسيقى عدنا من جديد عزائنا المشاهدين بهذه الفواصل الجميلة بتلفزيون الأردني وتحديدا نافذة يوم جديد نافذة بحجم الوطن كما تحدثنا في بداية السعرات فقراتنا سنذهب إلى هناك إلى محافظة عجلون ومبادرات على غايم الأهمية حملت عنوانا جميلا منذ النشأة الأولى ومنذ انطلاقة هذه المبادرات مسار الخير والتي انبثقت عنها أيضا حملة جميلة جدا مبادرة بعيد ميلاد جلالة الملكة عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه خلال الأيام الماضية بعنوان وبهذه التسمية الجميلة الخير بوجهك ضيفتنا الكريمة وهي عضو مؤسس بهذه المبادرة منذ انطلاقتها الأولى السيدة جذل الهنداوي حاضرة معنا بهذه الصباحات سادة جذل أسعد الله صباحك كل الخير يسعد صباحك أستاذ بشحيم ويسعد صباح المشاهدين الكرام أشكر انضمامك لنا وبدنا نتحدث عن أعمال تطوعية بشكل مختلف ليست بشكل تقليدي الكلاسيكي النمطي كان هناك فرحة لمن شاهد المبادرة خلال أيام الماضية والمرتبي طبيعي بميلاد جلالة الملك حفظه الله ورعاه تكافل مجتمعي أعمال تنوية مستدامة أيضا من خلال مسار الخير الذي انطلق بمنتصف أو قد يكون بربع الأول من عام 2016 حتى يومنا هذا نتحدث عن مسار الخير من خلالك أستاذ بنشحيم شكرا على الاستضافة اسمح لي أن أبدأ بآخر فعالية وأحدث فعالية نبثقت عن مبادرة مسار الخير وهي فعالية جميلة جدا وعزيزة على قلوبنا وتزامنت مع عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني من الحسين أطال الله في عمره وأطلق على الحملة اسم الخير بوجهك وتوجهت الحملة ونصقت واستهدفت محافظة أجلون تفاعلت عدة جمعيات ومؤسسات لتنصيق هذه الحملة ومنها وأهمها جمعية سند الفكر الشبابي ممثلة بالأستاذ سلطان الخلايلة وجمعية عجلون بعيون شبابها نصقت الحملة ضخمة جدا على أربع مسارات وكان فيها 60 متطوع من مبادرة مسار الخير أول مرحلة توجهنا إلى مستشفى الإيمان الحكومي ووزعت الهدايا على الأطفال المولدين في نفس اليوم اللي يعيد ميلاد جلالة الملك المعظم على ما وليد هذا اليوم نحن كحملة الخير بوجهك ارتقينا وارتقينا مبادرة مسار الخير أن أجمل طريقة للاحتفال هي بالعمل والإنجاز والتطوع والتكافل الاجتماعي وزرع البسمة ذهبتم إلى مستشفيات عجلون تحديدا بالضبط مستشفى إيمان الحكومي حتى تزرع البسمة والأمل في نفوس أبنائنا ودون تنسيق مسبق بشكل مفاجئة أنا أريد أن أتحدث عن التغذية الراجعة بمعنى آخر عن ردود الأفعال ردود الأفعال كانت جميلة جدا طبعا التنسيق يجب مع المستشفى الإيمان لأنها مؤسسة حكومية أنا أتحدث عن الأسر أو الأمهات الأمهات كانت مفاجأة بالنسبة لهم وفرحوا جدا ودعوا لجلالة الملك المعظم أدامه الله علينا وعلى الأردود آمين يا رب العالم سندا وذخرا طبعا أكيد بعد مستشفى الإيمان الحكومي توجهنا إلى قرية ثغرة الزبيد هذه القرية تعاني من مشكلة أطفالها 67 طفل تقريبا يعانون من تجمع المادة الصمغية في الأذن فيؤثر على حاسة السمع وعلى التحصيل العلمي فالدكتورة جان الناعوري مشكورة أخذت الأدوية والمراهم اللازمة وعالجت الأطفال كمرحلة أولى وستتوجه مبادرة مسار الخير لاحقا لحملة الخير بوجهك الأحد القادم مع طبيب متخصص للعلاج بجهاز متخصص لتنظيف الأذن من هذه المادة الصمغية ثم توجهت المبادرة إلى قرية الشكارة والصفصافة والجبل الأخضر وزعت الطرود لـ 120 عائلة تقريبا والأغطية وهنا لا بد أن نشكر الهيئة الخيرية الهاشمية لأنها داعم أكبر ودائم لنا في مبادرة مسار الخير نحن نشاهد بالمناسبة بعض الصور المضبطة بالضبط بالحملات التي تحدثت عنها تحديدا بالحملات الطوعية نتحدث عن عمل مجتمعي وجمعية دار الكتاب المقدس أيضا داعم رئيسي ودائم لمبادرة مسار الخير ثم افتتحت مبادرة مسار الخير في قرية أم اليانابيع وهذا هو المهم المشاريع الإنتاجية الصغيرة وهذا هو نهج مسار الخير افتتاح مخبز خيري عبارة عن فرن صغير في الجمعية إذا لم يتوفر ننشئ المكان فرن بسيط لخبز الكماج فرن آخر لخبز الشراك مع العجان الكهربائية لأرامل وتستهدم الأرامل تستهدف دائما الأرامل والفتيات نحن نشاهد بعض الصور لزيادة الدخل نحن نشاهد بعض الأفرام التي تحدثت عنها وبشكل مباشر حتى وإن كان المشروع الإنتاجي بسيط بإمكانيات متواضعة لكن يدر دخلا هذا ما نريده بمناطق طبعا هذا ما نريده بالأطراف بالمحافظات أنتم ذهبتم إلى العمق ذهبنا إلى العمق حقيقة وأريد أن أنوه أنه دائما للدول المتقدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي عماد الاقتصاد للدول المتقدمة أرجع لمساء الخير وكما تفضلت أستاذ مشحم إنها تأسست في العام 2016 بحملة ضخمة سييرات بعد تفاعل المجتمع الأردني عندما التقط أخانا وصديقنا ومؤسس وربان المسار حمد القرال يسورة لأطفال البربيطة وهم يرتدون الأحذية المهترئة فسيرت المال القافلة الضخمة جدا بمحافظة طفيلة بمحافظة طفيلة حتى وزعت على الـ 14 قرية المحيطة في هذه القرية البربيطة دليل على تكافل المجتمع الأردني وشعب خير وأبي دائما أنشأنا بدأنا مسار الخير أسست نهج يختلف بمفهومه الإنساني والعمل الخيري والتطوعي عن المفهوم العمل الخيري فدائما استهداف المناطق النائية في جميع محافظات المملكة الأردنية الأجمية وخارج نطاق العاصمة لبعد هذه المناطق عن مراكز الخدمات أحنا نشاهد الانطلاق الأولى لكم بالضبط هذه نقطة الانطلاق بهذه الصورة التي انتشرت عبر وسائل التواصل وكانت صورة مؤمنة جدا وكان لها صدى وتأثير حقيقة نعم على البعد الإنساني على البعد التنموي على البعد الاجتماعي يعني قطعات متعددة دائما أخونا أحمد يقول أهلنا وحقهم علينا طبعا يعني هذه نحن نتعامل مع أهلنا وممكن نحن نقول مشاشة تلفزيون الأردني عطفا على ما تم الإصطلاح بتسميته الخير بوجهكم الخير بوجه والخير بوجه الأردن والخير بوجه سيدنا آمين يا رب العالمين نتحدث عن محافظات عديدة وكان ردود أفعال طيبة ونبتدي بسيدنا جلالة الملك عبد الله في العطاء والخير والتواصل مع المجتمع المحلي والمناطق النائية دائما يزور صحيح نستهدف المناطق النائية اللي بعيدة عن مراكز الخدمات يجرى مسح ميداني واقعي لجميع هذه المناطق قبل البدء بأي مشروع ومندوبيننا في جميع محافظات المملكة بالجنوب والشمال وهم فريق المسار لكن من أهل المناطق هذه يرسلوا لنا أي منطقة بحاجة أكثر لهذه الخدمات فأول ما بدأنا مساء الخير صالونات الحلاقة أنشأت المبادرة في البوربيطة صالونات الحلاقة والمرحلة الثانية كحملة كبيرة جدا كانت بقرية الثغرة بمحافظة معان صالونات الحلاقة ليس بمفهوم التقليدي ويمكن الجميع يعرف كيف يعني ليس بمفهوم التقليدي هذه المناطق بعيدة عن مراكز الخدمات لا المقصد صالونات الحلاقة صالونات الحلاقة صالونات الحلاقة يقوم ويعالج أيضا نحن نشاهد ويحل المشكلات الأخرى بالمناسبة هذا أيضا مسار الخير تدرب وتعلم المهنة في المناطق التي ضدع فيها هذا شاب من قرية الثغرة بمعان درب على قص الشعر للأطفال حتى تبقى الخدمة مستمرة ليس ننشأ الصالون ونتركهم يعني نأتي بحلاق مرة بالشهرين يعني إذا تحدثنا عن المثل العالمي المعروف والشهير لدى الجميع لا تعطيني أو لا تطعمني سمكة لا بل أعلمني كيف أصطاد أعطيني سنارة وعلمني كيف أصطاد بالنظر عن النص الحرفي لكن هذه الفكرة التي تحذو بأنموذج يحتذى به حتى خلال مسار الخير بالضبط شكرا أستاذ مجحم يعني تفضلت بما يعني هو نهج مسار الخير نعلم المهان ونعطي الفرص وننشئ هذه المشاريع بعض المناطق مثل قرية الثغرة بمعان وجدنا أنهم بعيدين كليا في منطقة نائية ليس هناك مواصلات ليس هناك طرق ليس عندهم ماء لا تصلهم الماء الآن يعني الجارية للبيوت فوجدنا أنه ظروفهم قاسية صحيح وصعبة جدا نعم يعني صعبة جدا وممكن أي إنسان فينا يكون في هذا الظرف هم أبنائنا وأهلنا أكيد لكن ظروفهم في هذه المناطق قاسية فزودنا بالصالون لأنه ينشأ عندهم خزنات الماء خزنات المياه خزانين كل ساعة خزان 30 متر جميل ونزودهم أسبوعيا بالمياه المبادرة يكلف الخزان الواحد 160 دينار أسبوعي في المياه لأنه لا تصلهم المياه وهذا عبء كبير وأدعو الجميع للتعاون مع المبادرة لا أتوقع أنه الآن الرسائل وصلت وواضحة بالظلط لدى الجميع بالظلط وأنا بدي أشكرك بهذه الصبحات الطيبة نتحدث عن مسار الخير نعم نتحدث عن عمل تنموي غير تقليدي كلاسيكي الفئة المستهدفة الأطراف محافظات المملكة كافة قد تكون الأسر الأكثر لن أتحدث أنه بالأكثر فقرا لكن الأكثر بحاجة بحاجة لم يد المساعدة من خلالكم الخير بوجه الجميع وخير بوجه الجميع وخير بوجه سيدنا بالمملكة الأردنية الهاشمية الشكر الموصول لكم دائما وآبدا لم يسعفنا الوقت تحدث أكثر لن نقول وداعا لا بل لقاء للمشاريع التانية واسمح لي فقط دقيقة أنه أشكر جميع الداعمين كل باسمه أو كل باسمها الشركات المؤسسات لم يسعفنا الوقت لنذكرهم وعن مشاريع الأفران وعن مشاريع أخرى ومشاغل الخياطة لكن دعوة للجميع نحن لدينا شعار بمسار الخير إيد بإيد بتعمل فرق فندعو الجميع لتعاون وأنا أضم صوتي لصوتي وأيضا السادة المشاهدين بإيد بتعمل الفرق سيد جذل الهنداوي عضو مؤسس بحملات مسار الخير الله يعطيكم الصحة والعافية نقول لكم كل الشكر بهذه الصبحات من شاشة الوطن الأولى من خلال هذه التعاونيات إن صحى الوصف المشاريع المستدامة حتى وإن كانت متوسطة أو صغيرة أيضا شكرا سأذهب